مرحبا برج الدل و اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهاية الشهر هذه القراءة رح تكون مقسمة الى غسمين او شي عندنا بننظر الى المال والمشاريع وبعدين نشوف القراءة العاطفية باسلوب المرايا مثل ما انت طلبتوها وهي القراءة العاطفية خصوصا ممكن تكون عكسية وكمان تصلح للطالع والشمس وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود بهذا البرج برج الدلو اوكي اوشين انتقل الى جانب الاموال والحياة العملية والبزنس شوفش انه عندك يا برج الدلو ولو انه طاقتك خلال شهر جدا جميلة نوع من القلق نوع من الخوف لكن هذا الخوف مو لك انت مو وجه لك انت يا برج الدلو هذا خوف الاخرين من انتصاراتك عندنا هني اي سوف سورت السيف الاول برج الدلو انت في طاقة انا كنت حسيتها من قبل هذا الطاقة اللي وياك تبتدي من الحين ما ادري ليش فهني عندنا يا برج الدلو لا مزيد من الانتظار حتى لو انت حاولت تأخر اي شي عندك في حياتك العملية لو كان في شي متعسر عندك فترة طويلة ما تقدر حتى لو انت حاولت استخدام طاقتك الخاصة ما تقدر تأخر العجلة رح تمشي لصالحك سواء رضيت او لم ترضى في عندنا انتصارات كثيرة هني غيرة غيرة هذي طاقة الغيرة انه برج الدلو شلو نحقق هذا الشي في فترة قصيرة استيقاظ العملاق النائم شلو كان فترة طويلة ما عنده انجازات تذكر ما حقق شي ما قدر يحصل خلي نحددها اكثر دا من اللي عندنا هني قراءة البزنس والحياة العملية والاموال برج الدلو سيف الاول يقول لي هني انه في خبر كبير خبر كبير رح ينتشر في وسطك ويصل الى مسامع الاشخاص اللي غارون منك ويحسدونك بخصوص تطور ايضا كبير في الحياة العملية انتصار الناس يبتدون يتعاملون معاك في البزنس سمعتك تبتدي توصل يجلسون مع هذلين الاشخاص اللي غارون منك ويمدحونك اهني السمعة بعد يمدحونك قلون كانت فرصة سعيدة لما سوينا بزنس معاك وصلتنا الطلبية وصلتنا الخدمة وصلنا المنتج وكان افضل مما توقعنا اكسيدين الاكسفاكتيشنز هي هاي الطاقة اول شي احسنين ان الانتصار يأتيك على حين غفلة انت كأنما حتى موناوش دائما اقول افضل الاشياء تأتينا في الحياة لما ما نكون مخططين لها هذي بالطاقة هذي بالضبط الطاقة لجدامنا انت على غفلة او انت حتى مشغول بشيء ثاني همك اخر همك هذا الموضوع الانتصار الكبير الانفراج الكبير او كان انت تصل الى مستوى عالمي محلي قوي في صنعتك في تجارتك اوكي هذا النوع ولكن هذا ما يأتي بدون غيرة وقلق الاشخاص ليش هنا اتوف يمكن منافسين او حتى حاسبين هذلين الناس للامانة لازم اقول الكلمة مبتدين في المجال مجال التجارة مجال النجاح العملي قبلك ماشوا مشوار قبلك يعني ماشوا خلنا نفرض مثنا ماشوا ثلاثين ميلي ولكن برج الدلو خلال شهرين خلال اخر شهرين في السنة عرفت طاقة السلحة والارنب نفرض ان القصة شوي نغيرها الارنب ما اخذ الغرور لاخر مدى واستيقظ في اخر خمس دقائق من السباق هذا الارنب اللي عندنا اللي رح يستيقظ اوكي في اخر خمس دقائق في اخر شهرين من السنة تستيقظ يستيقظ هني العملاق ويحقق شي ما حققوا هذلين الاشخاص اللي كانوا ذابحين نفسهم مستهلكين طاقتهم طول السنة هذا الارفلكشن كأنما الكون قاعد يغشي كالله سبحانه وتعالى قاعد يعطيك نوع من الدفعة اللي رح تقدر تميزك فارس الاكواب اهني ببرج الدلو تحاول جدا تكون متواضع اوكي ام تحاول انك تشكر الاشخاص اللي ساعدوك وما تنسى فضلهم هذا من اطباع برج الدلو انه دائما هو برج الانسانية برج المجتمع برج التواصل برج الجميع ينظر الى جميع الاشخاص المعليين ولكن هذه اللحظة خاصة فيك وبقولك ليش هذه اللحظة تكريمك فيه رح يأتيك ان شاء الله في الفترة القادمة هذه القراءة نعم للاسبوعين القادمين ولكن طاقة التارو مو لزمان محدد فهني لحظة تكريم رسمية انت عمل مع من؟ اي جهة رسمية؟ اي عمل خيري انت قمت فيه؟ اي عمل حتى ليش هنا انا اقول لك انجازك صعب ان تحققه؟ لان الاشخاص حققوه في تسعة شهور انت على اخر ثلاثة شهور شهرين من السنة تحقق هذا تصل الى التاركت اذا كان عندك هدف معين في المبيعات هدف معين في الاموال تأتيك رسالة شكر حتى من البنك نفسه اللي انت ودع فيها اموالك اوكي؟ رسالة شكر رسالة اعتراف رسمية من جهة ايضا رسمية من جهة لها وزنها ولما اقول لها وزنها نشوف هنا اربعة الخماسيات هذا النوع من التكريم ما يحصل كل منها بودب بعد شوف هنا برج الدلو احاول ان يكون كيوت احاول انه حتى في ابتسامته واستلامه جائزة والتكريم انه ما يجرح مشاعر الاخرين ولكن انت ما تستطيع تتحكم بمشاعر الاخرين مشغلك مشغلنا نتحكم مشاعرها اوكي؟ هذا لحظة التكريم اللي تأتيك من بعد هذا الانجاز السريع اخر كرت للحياة العملية مال القادم غصنين غصنين اسسناهم في الارض ممكن يكون عندك عمل دائم وبزنس على جنب ممكن يكون عندك تخصصين خطتين اوكي او على الاقل عديت مرحلتين صعبين في هذا المجال مرحلتين المرحلة الاولى مثلا انك تحصل على كذا انك مثلا تفتح المحل تفتح البزنس نفسه المرحلة الثانية انك تستطيع ان تؤسس نفسك عن طريق ان تجذب الزبائن المرحلة الثالثة احسي هنا برج الدل ووقفتك لما تنتهي على نهاية فعلا السنة هذي هي وقفت شنو راح تكون خطوتي القادمة العالم في يدك هنا الكرة الارضية كلها في يد هذا الشخص قاعد يطلع ما هي خطوتي القادمة اوكي اذا كان عندك شيئين في الحياة شيئين بزنسين اوكي شخصين حتى متعسرين عليك ففي الفترة القادمة اخيرا راح كأنه مطاقة الدب تثبت الدب دائما لما يضرب على الارض يضرب على الجليد يفتح بقوة الضاغطة بقوة اللي تصدم فهنين نتكلم عن انك تثبت هذلين الغصنين وتتطلع الى المرحلة رقم ثلاثة المرحلة رقم ثلاثة تبتدي مع الفين عشرين هذا اهو اللي ينتظرك ان خلال الفترة القادمة ان شاء الله تصيدك هذه التغييرات المفاجئة الايجابية وهذه الطاقة مو طاقة احنا نحاول ندفعها اوقات لما تكون صار في حياتنا اشياء سلبي احنا ندور عن الطاقة الايجابية ابدا هذا النوع من الطاقة هي تطرق بابك في احد ايضا تشوفي هنا احد يمكن اصغر منك سنن ولكن رح ينبهك على شيء جدا مهم اصغر منك سنن ابعد عنك مسافة من دولة ثانية من ثقافة ثانية ولكن طريقة في عمل الامور عنده طريقة ابداعية رح ينبهك يغششك حتى شخص هنا يغششك يعطيك طريقة ان تقدر توصل فيها اسرع دابة طريقة اسلوب توصل اسرع لمرادك اتحق اسرع امونيك هذه ثالث كرت ونسحب اخر كرت للحياة العملية هنا من الوركل ناخذ الكلب اول واحد ينقضب سينستيطيفي انت تصبح مخصصا ويحتاج الى تغييرات امونيك هنا اتكلم عن هذا المرحلة المرحلة الأخيرة مع نهاية السنة شوف مع نهاية السنة عزيزي بردتها جدا ومحتاج تكون جدا دقيق في تهديفك نعم بتيك طاقة تساعدك بتيك طاقة تعطيك دفعة بتيك مساعدات من كل جانب ولكن لا تصر عشوائي في استخدام هذا الطاقة هذه الرسالة بعد تقولك مو شغلك ان انت تكون متواضع تخبي انجازاتك مو شغلك ان انت تقلق على مشاعر الاخرين اللي ينجرحون لان انت انجاز افضل منهم لان شكلك اجمل منهم لان اموالك ابتدت تصير حتى هني اشوف الاموال لما اشوف السنسيتفتي الاموال سهولة قدومها لك من افضل منهم اهم يتعبون اهم يمرون بمرحلة عصيبة هذلين الناس اللي كانوا يشوفونك اقل منهم او اكثر كسلا على الاقل يشوفونك اقل منهم في شيء المهم محتاج تكون جدا واضح يحني وجدا دقيق ان هذلين مو شغلك زين لا مزيد من التعاطف وايضا تختار بالضبط ما هي خطواتك القادمة هذل رسالتك في الحياء العملية خلتوا في الحين القراءة العاطفية باسلوب المرايا برج الدلوم من تحت عندنا ملك السيوف انت لا راح تكون لك اليد العليا في الحياة العاطفية في الفترة القادمة اوكي انت لا راح تكون الشخص اللي اللي تأمر ولكن هنا عندنا في القراءة العاطفية في جانبين لانه هي قراءة مرايا اختار الجانب اللي تحس انه ينطبق عليك اكثر بسم الله اربعة سيوف ستة الاكواب كرت العاشقين برج الجوزاء هذي الطاقة موجهة لك انت من شخص من شخص معين احسيني رجوع بعد غيار طويل اوكي او تحسن تحسن مفاجئ مثل ما حتى في الحياة العملية عندنا هني شخص احملك فترة طويلة او على قولتهم بالانجليزي they took you for granted اخذك ان انت انسان او فكر ان برج الدلو راح يكون موجود لما انا اكون مستعد لما اريد اني اراجع في حياتي راح يكون موجود برج الدلو وين راح يروح موجود راح يظل متوفر هذا الشخص ولكن احس يمكن يدرك بالطريقة الصعبة ان انت لا مو متوفر انت مو سهل انت لست عملة سهلة انت من العملات الصعبة احس انه راح يدركها بطريقة مؤلمة هذا الشخص اوكي لان هني في ستة الاكواب يمكن في السابق متعود ان انت شوف للامانة احس هني ان في شخص كان ما زال يفكر ان انت راح تظل موجود كخيار على الاقل كخيار يستند عليه وقت الحاجة وقت القلة القلة ايضا لما نشوف اربعة سيوف وقت القلة اوكي في شخص هني في فترة من الفترات ما كان يستعد يتكلم عن العلاقة وهو اللي انسحب وهو اللي اراد انه بسرعة يبيع العشرة يبيع العلاقة وما اراد انه يحارب ما عند طاقة المحاربة عند طاقة الاستسلام هنا في اربعة السيوف عند طاقة انه خذلك اختار الطريق السهل لانه ما اختار الطريق الصعب وقتها فكرة العاشقين كأنه هني يطلب فرصة جديدة يطلب السماح ولكن للامانة وجود ستة الاكواب يبين لي انه رح يكون طريق التعامل معاك مع العلاقة نعم التعامل نفسها خلي اكون صراحة صادقة اوكي ايه هذا الكرت يطلب من الدقة ابدا ما نقدر نفصل حتى لو كانت هذه القراءة عملية اسلوبة في التعامل ما رح يكون تغير كثير تقريبا نفس الاسلوب تقريبا نفس الشخص ولكن بحلة جديدة اهني في كرة العاشقين برج الجوزاء يطالب يطالبك انت مع انه هو اللي كان منسحب يطالبك انت بالتزام اكثر جدية هذه المرة قادم وحامل قلبه في يده اوكي ومستعد انه يعطيك ياه مستعد انه يتبادل معاك قلب بقلب ولكن يريد كأنما نوع من الضمانات دائما نحس اربعات السيوف كأنما كرت الشخص اللي يكون كرت الامانات الشخص اللي نعطيه مفتاح الخزنة اللي نعطيه لاشياء الثمينة ومن ثم نذهب الى مكان معين عرفتو الخزانة هذا الشخص رح يطلب منك ضمانات في المقابل رح يطلب منك على الاقل انه توعده بامور عشان يعطيك قلبه ولكن الشي الجيد انه في هذه المرة في الطاقة القادمة اول شيء تطوراتك في طاقتك وحياتك العملية خلتها يحس بقيمتك انت كشخص خلتها تشوفك بضوءك الحقيقي ان انت مو انسان سهل وانت مو متوفر وهو يمكن رحل كان يفكر انك رح تتكرر في حياتك مرة ثانية ما صار ما رح يصير فالحين صار راجع مستعد يقدم لك خلتها شوف طاقة الجهة الثانية شنو تقول سبعة الاغصان في شخص ما رح يرفض ما اشوفه رفض قاطع ولكن شنو برج الدلو قاعد يقول لي صح انت راجع و احس برج الدلو لن شذب على بعض انت ما تحتاجني اقولك انت عارف انه عرضه حقيقي ولكن احسك رح تختار بملء ارادتك انه ايضا تضعه تحت الاختبار اتصعب عليه الامور اوكي لمجرد تصعيب الامور انت عارف انه هو حامل قلبه في يده اوكي عارف انه ما رجعلك الا انه ادرك شي في القلب حاول يستبدلك في قلبه ما استطاع ولكن احسي هنا برج الدلو ما رح يسهل عليه ابدا و ما رح يسهل عليه عملية الرجوع رح يحطه في اختبارات وبعد الاختبارات امتحانات وفي امتحانات عملية في امتحانات نظرية في امتحانات تخص المطالبات سيستم عندك سيستم مو جدا له عندك سيستم بخصوص او او خطة كاملة محكمة بخصوص شنو رح يساوي لما ينرجع هالشخص و ايضا طقد التارو قاعدة تشجعك لو ما كان عندك ادخل في هاي الطاقة استعد ان يعترف في اي لحظة اعتراف وشيك و خل مطالباتك جاهزة ورقة المطالبات عشان يكون في شيء مثبت للرجعة هذه المرة مثل المرسى الهيرمت مع ملكة السيوف كارت برج العذراء الناسك الناسك. اوكي. ام. مع كرت. ملكة السيوف. احس هنا انه. ام. برج الدلو اترو قاعد يقول لك. في امور. شوف انت من حقك تسأل الشريك عن خفايا واسباب تصرفه بالطريقة السابقة. من حقك تسأل لماذا رحت ولماذا راجعت. وشنو اللي حفزك ترجع. وشنو صادق اثناء افتراقنا. وشنو اللي خلاك تفكر فيني. شنو ذكرك فيني. هذا النوع من الطاقة. من حقك. ولكن مو من مصلحتك. من مصلحتك ان تدخل اكثر في طاقة الثقة بالنفس. شنو صاد هالشخص اللي اختفى عنك فترة والحين راجع بعد غياض. وراجع على قولتهم شي قلون. حامل اذيال اذيال الفشل. معاه. تقدر تسأله ولكن ما راح تستفيد. وبرستيجك راح يقل. انا نشوف الملكة. الملكة دائما يهمها منظرها وصورتها وبرستيجها. نعم ما راح تحصل الجواب الصحيح. لما سألته او تسأله. هل اخترتني بسبب شخص ثاني. هل كان في حياتك شخص ثاني. هل اللي كنت تدور عليه وما لقيتها مع هذا الشخص عشان ترية رجعت لي. من حقك. ما حال يقدر ياخذ منك حقك. ولكن اذا كنت فعلا ترغب لحد الان عندك رغبة جادة فهذا هو الوقت ان ندفن الماضي مع بعض. ندفن الماضي حتى بدون ما نتكلم عنه. لان تشوف الملكة لما تكون في طاقتها ووافقة. عليها من الانجاز نفسه. ما تسأل الفرسان. اشلون انجزتو? اشلون حققتو? ولمن كلمتو? ومن رحتو? ما تسأل. ما عليها من التفاصيل. عليها من انجاز المهمة. باي ثمن. دائما اقول طاقة الملكات في التارو. فيها نوع من الانانية والبرستيج والاحتمام بالنفس. نفسي اهم من الاخرين. اوكي? فكأنما هني اختار معاركك واسئلتك وتحقيقك حتى مع الشريك لما يرجع بدقة. خلو مرا كلشي يكون فيه سبب. وسبب سبب جوهري. ما يكون سبب عشوائي. وهو اشضاع الكبرياء. الكبرياء ما راح يحسن وضعك مع هذا الشخص. لان هذا الشخص احسه راجع. اريدي اريدي عنده احساس دعو من الفشل. اوكي? اريدي تشوف نفسه كانسان فاشل شوية. او تشوف نفسه انه هو معترف بغلطة. هذه الكلمة ما اعترف بغلطة. اذا اهو اريد اعترف بغلطة ليش ندقق على الغلط نفسه? عندك شوي منطاقة اخبرني لماذا وان وليش? هذي الوقت.